ينضم إلينا من باريس مراسل الغد على الدين صلال على الدين كيف تبدو ردود الفعل على تمرير ماكرون لقانون إصلاح التقاعد دون تصويت البرلمان وهل نتوقع الاستمرار في هذه الاحتجاجات أو ربما ارتفاع وطيراتها أم أنها ستنتهي هنا نعم نحن الآن متواجدين في ساحة الكونكورد هذه الساحة هي تتوسط العاصمة الفرنسية باريس أيضا وهي مقابل للبرلمان الفرنسي طبعا أعداد كبيرة من الفرنسيين تواجدوا هنا في هذه الساحة منذ ظهر هذا اليوم وحتى هذه اللحظة يتوافدون تباعا طبعا الحكومة الفرنسية من جانبها قامت بنشر أعداد كبيرة من عناصر الأمن والشرطة في محيط هذه الساحة وقامت بإغلاقها بالكامل على ما يبدو بأن هناك حال من الانقسام السياسي الآن تعيشها فرنسا خصوصا بعد قرار الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون باستخدام هذه المادة المادة التي تسمح للحكومة الفرنسية بتمرير أي قانون دون الحصول على التصويت عليه بشكل تام أو في الأغلبية أو دون الرجوع لتصويت الجمعية الوطنية على هذا القانون على ما يبدو بأن الاتحاد النقابات العمالية بالإضافة أيضا إلى الأحزاب المعارضة كأحزاب اليسار واليمين المتطرف تستغل هذه الفرصة وهذه اللحظات التي تعيشها فرنسا لتوجيه اللوم والانتقادات إلى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خصوصا وأن مارين لوبين زعيم التجمع الوطني اليميني المتطرف كانت قد قالت بأنه يجب سحب الثقة من الحكومة الفرنسية أيضا جون لوك ميلونشو اتهم الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون زعيم اليسار الراديكالي اتهم الرئيس بأنه يتحكم ويدير البرلمان الفرنسي من قصر الإليزي طبعا هذا التصريح من زعيم حزب اليسار جون لوك ميلونشو جاء عقب اجتماع جمع الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون صباحا هذا اليوم برؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية في قصر الإليزي طبعا على ما يبدو بأن الرئيس بات يتوجس خيفة من يعني هل شعر يعني اسألك ان كان شعر ماكرون انه لن يتم تمرير القانون حتى استبقى جلسة البرلمان في الحقيقة يمكن القول بأن هناك كان حالة من التخوف لدى الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خصوصا وأنه كان يخشى من قيام أعضاء من الحزب الجمهوري بعدم التصويت لصالح هذا القانون في البرلمان الفرنسي هو الآن بهذا القرار قطع الطريقة أمام المعارضة وأمام الأشخاص أو أعضاء الأحزاب الأخرى الذين لا يرغبون بالتصويت أو الذين يترددون في التصويت على هذا المشروع قطع الطريقة أمامهم لتمرير هذا القانون طبعا يمكن القول بأن داخل البرلمان الفرنسي هناك انقسام سياسي هناك أصوات تتعالى من قبل المعارضة اليسارية بالإضافة أيضا إلى أعضاء من الحزب الجمهوري الذين قالوا قبل قليل وأكدوا بأنهم في حال التصويت على حجم الثقة من الحكومة الفرنسية فإن أعضاء الحزب الجمهوري لن يصوتوا لهذا المشروع أو لهذا القانون بحجب الثقة عن الحكومة لكن من الطرف الآخر أو أحزاب اليمين الوسط تؤيد المعارضة هذا القانون وهذا المشروع مشروع الرئيس الفرنسي إيمانويل مكرون فبالتالي هناك حالة انقسام سياسي تضاف إليها الآن المظاهرات والإضرابات التي تشهدها فرنسا نتيجة إقرار هذا القانون على ما يبدو بأن الأيام ستحمل الكثير من المفاجآت الكثير من التظاهرات في عموم البلاد خصوصا وأن الفرنسيين يوم السبت أيضا مدعون للتظاهر والنزول إلى الشوارع تنديدا بالحرب الأوكرانية ودعم فرنسا لأوكرانيا في هذه الحرب وأيضا مطالبة فرنسا بالخروج من حلف الناتو فننتظر ما ستحمله قادم الأيام وأيضا خصوصا وأن المجلس الجمعية الوطنية كانت قد علقت اجتماعها الذي كان من المقرر أن يصوت خلاله على هذا المشروع فبانتظر ما ستحمله قادم الأيام ونوفيكم بالتفاصيل أشكرك من باريس مراسل الغد علاء الدين صلال ترجمة نانسي قنقر